السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد حبيبة الله بالصف السادس اللي ابتدائي اهلا وسهلا بكم في فيديو جديد ان شاء الله مكملي مع بعضينا منهج اللغة العربية للفصل الدراسي الاول عشرين خمسة وعشرين من كتاب الاضواء يريد تسنسات والامراش في القناة يريد تشترك فيها وتفعل زر جرس على الكل عشان يوصل لك كل جديد وتعمل لايك للفيديو ان شاء الله هنحل مع بعضينا النهاردة انشطة الاضواء على نص الاستماع كن ولا ايه تاكن طبعا ده اول نص مقرر علينا في المنهج عندنا طبعا الحال ان شاء الله من صفحة اربعة وتلاتين وصفحة خمسة وتلاتين يلا وبعدين نشوف الانشطة بتاعتنا عمدي نشاط واحد بقضاء علامة صح امام العبارة الصحيحة وعلامة خطأ امام العبارة غير ايه غير الصحيحة رقم الف المتفائل لا يرى في الحياة شيئا جميلا طبعا هنا العبارة ايه العبارة خاطئة العبارة طبعا هنا ايه العبارة خاطئة عندي رقم ده بيقول الحماس هو القوة الدافعة وراء النجاح طبعا هنا العبارة ايه العبارة صحيحة رقم جي الحكمة الحكمة هي ان تبتعد عن التصرر والتقليد الاعمال الاخرين طبعا هنا العبارة ايه العبارة صحيحة رقم ده الانسان المتواضع بينخفض شأنه بين الناس طبعا هنا عبارة ايه العبارة خطئة طبعا ده الانسان المتواضع طبعا ايه بيرتفع شأنه بين الناس عند النشاط رقم اتنين يقول تخير الاجابة الصحيحة مما بين القوسين التهاون هو التغافل عن امور عواقبها كثيرة ولا ضخمة ولا وخيمة ولا كبيرة طبعا التهاون هو ايه التهاون هو التغافل عن امور عواقبها وخيمة بقى نختار كلمة ايه وخيمة رقم بقى بالتوطر يسبب مشكلات صحية ونفسية وايه اقتصادية ولا سياسية ولا اجتماعية ولا بيئة طبعا بيسبب مشكلات صحية ونفسية وايه اجتماعي بنختار كلمة ايه اجتماعية رقم جين الانسان الحكيم يتكلم بالكلام الفاسد ولا الغامض ولا السيء ولا المرئم طبعا بيتكلم بالكلام ايه المتكلام الملائم ايه الكلام المناسب رقم ده ما خالط العناده شيئا الا ايه افسده زيانه اعلاه جمله طبعا ايه ما خالط العناده شيئا الا افسده تمام نشوف مع بعضينا النشاط رقم 3 بيقول لي اكمل ما يأتي التهاون يجعلك تمر نغط مرور الكرام مرور طبعا ايه ديكتب كده مرور الاخطاء التهاون يجعلك تمر على الاخطاء مرور الكرام رقم بي اجعل حماستك لنغط طاقة متجددة طبعا ايه اجعل حماستك لتحقيق نكتب كده لتحقيق لتحقيق اهدافك طاقة ايه طاقة متجددة رقم ج قال الاعصاب نغط لا تجعلك تفكير تفكيرا جيدا طبعا الاعصاب ايه المجدودة رقم ده للانسان نغط نغط مكانة فاضلة ده عند الناس المحيطين به الانسان مين طبعا الانسان المتواضع بكله مكانة فاضلة عند ايه عند الناس المحيطين به عندي نشاط رقم اربعة بيقول اجب عما يأتي للتفاؤل اثر كبير في حياتنا وضح ايه وضح ذلك طبعا عندنا التفاؤل هنا بيعمل لنا ايه حياة حياة تملؤها المحبة ويجعلنا نحقق احلام احلامنا واملنا تمام رقم باجل كيف يمكننا نتخلص من التوطر هنخلص ازاي من التوطر نفتلك عن طريق ممارسة الرياضة عن طريق ممارسة الرياضة وتخصيص وتخصيص وقتا الاسترخاء تمام عندي رقم جيم جلي التواضع خلق انساني جميل وضح ذلك هنكتبع هنقول ايه الانسان المتواضع هو الذي ايه يرى كل ما يفعله الانسان المتواضع يهو ذلك وذلك الشخص الذي يرى كل ما يفعله وينجح فيه بسيطة تمام نكتب كده ويمكن ويمكن ان يكون ان يكون هناك من هو افضل منه تمام هو بايه بيكون ويمكن ان يكون هنا طبعا ايه ومن هو افضل منه ايه مكانا تمام عندي رقم السؤال رقم دال بيقول بما يشعر الانسان الخاطع والى ما يسعى الانسان الخاطع ده سنست بيشعر دائما ان هو ايه يشعر نكتب كده يشعر دائما بانه بانه طبعا ايه اقل قيمة بانه اقل قيمة يشعر بانه اقل قيمة من ايه من الاخري يعني بيحس نفسه اعطنا ان هو اجلم ايه من الناس اللي معاه تمام طبعا بيسعى الايه طبعا بيسعى يسعى دائما لارضاء يشعر دائما بانه اقل قيمة من الاخرين وبيسعى يسعى دائما لارضاء ايه لارضاءهم ويسعى دائما لارضاءهم نكتب كده على حساب ايه على حساب نفسه على حساب نفسه تمام عندي صفحة رقم 35 عندي نشاط رقم 5 بيقولنا ايه استمع الى الفقرة ثم ايه ثم اجب قم متفائلا في المتفائل اكثر الناس سعادة فهو يرى الحياة جميلة بخلاف المتشائم الذي لا يرى شيئا في الحياة جميلا كما ان التفائل هو الضوء الذي ينير لنا طريقنا في الظلماء في الظلماء ويساعدنا على ان نعيش حياة ملأها المحبة ويجعلنا نحقق احلامنا وامالنا ولا تكن متهاونا فالتهاون هو التغافل عن امور عواقبها وخيمة فتمر فتمر على الاخطاء مرور الكرام فتتهاون في حقوق الاخرين وتتهاون في هدار الوقت في اشياء لا فائدة منها وتتهاون ايضا في اطلاق شائعات عبر منصات التواصل تمام عندي السؤال رقم قالت اقتر المعنى الصحيح لما تحته ايه لما تحته خط التفائل هو الضوء الذي ينير لنا طريقنا ينير هنا معناها يشرف ولا يتزين ولا يضيء ولا يتجمل ينير لنا طريقنا ايه يضيء لنا طريقنا يضيء لنا طريقنا تمام عندي السؤال رقم باب يقول ده علامة الصح امام العبارة الصحيحة وعلامة خط امام العبارة غير ايه غير الصحيحة يساعدنا التفاول على ان نعيش حياة تملأها المحبة وعن هنا العبارة ايه العبارة صحيحة رقم اتنين اهدار الوقت في اشياء لا فهدأ منها امر محبوب طبعا هنا العبارة ايه العبارة خاطئة عند السورة رقم جيمجا لماذا ينصحنا الكاتب بان نكون متفائلين ليه نكتب كده ينصحنا ان نكون متفائلين نكتب كده لان التفائل لان التفائل ينير لنا طريقنا بالتفائل بالنير لنا طريقنا في ايه في افضر ماء ويساعدنا على ان نعيش على ان نعيش حياة تملؤها المحبة ويجعلنا طبعا ايه ويجعلنا نحقق امالنا امالنا وايه واحلامنا طبعا كما ان غير من المتفائل ده هو اكثر الناس سعادة فهو يرى الحياة ايه الحياة جميلة رقم ده الجال من خلال فهمك للفقرة هات امثلة للتهاون طبعا عندنا امثلة بثيرة طبعا في الحياة عن التهاون عندنا ايه ممكن نقول مثلا اهدار الوقت نكتب كده اهدار الوقت ده امثلة من امثلات التهاون عندي طبعا التهاون في حقوق الاخرين التهاون في حقوق الاخرين تمام عندي السؤال رقم ايه بجل سبب بيّن سبب رسم الهمزة على ما رسمت علي في الكلمات الاتية عندي كلمة المتشائم والمتفائق والتفائل وكلمة ايه تملأ احنا بنعمل ايه سنة ستة في الهمزة المتوسطة او الهمزة المتطرفة بنعمل حاجتين اول حاجة بنبص الحرقة الهمزة وحرقة الحرف اللي قبد ايه حركة بنقارن بين الحركتين حركة الهامزة وحركة الحرف الجادلية اقوى حركة احنا بنكتب الهامزة ايه عليها تمام في حاجة اسمه ايه مسلس الحركات لازم نبقى حفظينه عندي اقوى حركة طبعا اللي هي ايه الكسر وبعديها الضمة وبعديها الفتحة واخر طبعا حركة معايا اللي هي ايه اللي هي السكون ده اضعف حركة معايا بجنازم نبقى حفظين وسلس الحركات اقوى حركة اللي هي الكسر يليها الضمة تليها الفتحة واخر طبعا حاجة طبعا ايه السكون عندي كلمات المتشائم هنا الهامزة مكسورة وما قبلها مات تمام المادة ده طبعا يعتبر يا سنة ستة حرف ايه حرف ساكن طبعا هنقارن بين الكسر وبين السكون الاقوى الكسر ولا السكون طبعا ده الكسر هي الاقوى الاقوى حركة عشان كده احنا هنا رسمنا ايه الهمزة على ايه على نبرة رسمنا الهمزة على ايه على نبرة عندي كلمات التفاؤل عندي الهمزة هنا مضمومة الهمزة مضمومة وما قبلها ما قبلها مات برضو بس عندي هنا انهي اقوى حركة الضمة ولا الكاس الضمة ولا السكون طبعا عندي جلنا الحرف المد بيكون ساكن عندي طبعا الضمة هنا اقوى من ايه اقوى من السكون عشان كده احنا رسمنا الهمزة على ايه الهمزة على واو تمان عندي كلمات تملؤها عندي الهمزة هنا مضمومة الهمزة بقول حاجة ببص بحركة ايه حركة الهمزة الهمزة ايه مضمومة وما قبلها وما قبلها وما قبلها طبعا ايه مفتوح طب الاقوى الضم ولا الفاتح لا طبعا الضمة اقوى من ايه الضمة اقوى من الفاتحة لذلك انا رسمنا الهمزة على واو رسمنا الهمزة على ايه واو لان الضمة بتمشي معها ايه بتمشي معها الواو عند النشاط رقم 6 بيقول استمع الى الفقرة ثم ايه ثم اجب ولا تكن عنيدا فالعناد هو ان تصر على رأيك وتتشبث به وان كان خطا ولا تحاول اعادة التفكير او الاستماع لاراء الاخرى وهذا يعرضك للهلاك فما قالت العناد شيئا الا افسده ولا تكن خاضعا فالخدوح هو ان تشعر بانك اقل قيمة من ايه من الاخرين ولذلك دائما ما تسعى لارضائهم من اجل احساس بالهناء والسعادة والثقة بالنفس فالخاضع يتنازل عن سعادته مقابل ارضاء ايه الاخرين تمام عندي السؤال رقم اله بيقول اختر المعنى الصحيح لما تحته ايه لما تحته خط الخاضع يتنازل عن سعادته يتنازل هنا بمعنى يتهاون يتخلى يقصر يقفل طبعا الخاضع بيتخلى عن ايه بيتخلى عن سعادته بانيختار كلمة ايه كلمة يتخلى السؤال السؤال اللي بعده اكمل ما يأتي العناد هو نغط عن رأيك وتتشبز به وان كان نغط العناد طبعا هو ايه نكتب كده العناد هو انتصر انتصر على رأيك وتتشبز به وان كان ايه طبعا وان كان خطأ هو ايه هذا تعريف ايه تعريف العناد رقم اثنين الخضوع هو ان تشعر بانك طبعا اقل قيمة من ايه من الاخرين اقل قيمة من الاخرين تمام عندي السؤال رقم جيمجا لماذا يسعى الخاضع دائما لارضاء الاخرين طبعا من ايه الاحساس بالهناء والسعادة والثقة والثقة ايه بالنفس طبعا كل جيمة موجودة معايا في القطع عند السؤال رقم ده الجيمة عاقبة العناد ايه لا يحصل لك من العناد طبعا نكتب كده يتعرض او يعرض الانسان نفسه للهلاك رقم هذا اللي اختر الصواب واحد نغط يثق الجميع به طبعا عندنا ايه جنة ال عندما تكتب تكتب منفردة بترسب عليها ايه الهمزة لكن لو بتدخل الالف واللام على كلمة بنحزف ايه بنحزف الهمزة امان بنختار كده الصادق يثق الجميع به رقم اتنين الدولة نغط على رعاية ذا والهم نقول ايه طح رسول طح رسول طبعا هنا ايه بالتاء وليست الطاء طح رسول تمام وبكده سنة 6 وصلت معاكم لنهاية الفيديو اتمنى تكون استفدتوا يريد ما تنسلاش في اللايك والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس على الكل عشان يوصل لكم كل جديد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاتو